السلام عليكم اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 الحلقة 90 اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 دكتور عبد الكريم خاطب نميرو 2 في هذه الحلقة سنتابع مع بس نذاكر على على السياسة المغربية عامة وبس نعود نرجع الموضوع دكتور عبد الكريم خاطب لهو رجل سياسي كبير ورجل منافق كبير ورجل استغلالي كبير ورجل تستغل الملكية وتستغل سياسة في المغرب ورجل اللي عرف كيف استغل ورجل الحزب الإسلامي السياسي اللي 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 هو اللي خلقه في سنوات تسعينات المغرب الحقيقة بلد سياحي وبلد فلاحي وبلد صناعي وبلد تجاري ولكن هذا 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 سياحي اللي trong المغرب وهذا الصناعة اللي في المغرب وهذا الفلاحان اللي في المغرب وهذا التجاري اللي في المغرب ما يستغل أن يستغلونها دائما العائلة الملكية والمئتين عائلة التي تعيز في الجنم للعائلة الملكية التي لديهم 85% حتى 90% من جميع الخيرات المغرب والتي تبقى هذه العشرة أو 15% هي التي يقسمها بناتهم 40 مليون من المغرب 40 مليون من المغرب يظلها عندهم ما بين عشرة حتى 15% في الخيرات المغرب والعائلة الملكية والمئتين عائلة لديهم بها عندهم 85% حتى 90% من الخيرات المغرب كيف هي هذه الخيرات؟ حتى رجعات ملكية من الخيرات 85% أو 90% من الخيرات الملكية والعائلة الملكية المغرب المغرب اللي كان في البروت للإستعمار ما بين 1912 و 1956 كان فيه تقريبا جميع الخيرات ديال البلاد تيملكوهم الأجانب بالأخص الفرنسيين جميع الشركات جميع الشركات اللي كانوا في مغرب وتقريبا جميع المقاولات كلهم كانوا ملكية الأجانب فرسكتوتس كانوا ملكية الأجانب أو لا ملكية الفرنسيين في عام 1956 1955 فيما ثمية بالمفاوضات ديال إكس لبان اللي كانت تهم الاستقلال ديال المغرب والظروف والكونديسيين الشروط باش المغرب يكون دولة متساقلة الناس رجال سياسيين اللي كانوا في هذا الوقت تدفعوا على المصالح ديال دولة المغربية بالأخص الحزب القوي اللي هو حزب الاستقلال من المشوك يدفعوا على المغرب ما دفعوش عليه بالمعقول إنما دفعوا عليه باش يدفعوا في الحقيقة على المصالح ديالهم الشخصية إنها من بعد الاستقلال هادك ميتين من عائلة اللي غات ترجع للجانب الاستقلال تقريبا أغلبية منهم من هاد الزعمة ديال حيث بالاستقلال أولا من العائلات ديالهم أولا من المقربين ديالهم من الشروط الشروط اللي يدخل عليها لإستقلال المغرب كانت كانت لزمات على المغرب باش ي استمر بدفع الوضعية يعني باش يبقى يدافع عن المصالح ديال الفرنسيين في المغرب والمصالح ديال الأجانيب بمستخرين في المغرب هاد الشي تستمر في جميع المدة اللي كان فيها الملك محمد الخامس ما بين الف وتسعمية وتستة وخمسين ما بين الف وتسعمية وواحد وستين من انطلع الملك الحسن الثاني العرش استمرات الوضعية كما كانت ما بين الف وتسعمية وواحد وستين الف وتسعمية وواحد وسبعين في سنة الف وتسعمية وواحد وسبعين جاء الظاهير الشريف ديال الملك الحسن الثاني هالظاهير ديال ديال المغربة هالظاهير كي لزم جميع الشركات الأجناء المغربية اللي كيملكوها الأجانب باش يدخلوا معاهم شريك مغربي عندو واحد وخمسين في المئة في الكابيتال ولكن هات الشركات كلهم اللي كانوا في مغرب أرى أرى كانوا الرأس مال ديالهم معمرهم ما تغير من نهار فاش تخلقوا ما بين السنوات ديال الف وتسعمية واثناش و الف وتسعمية واثناش حتى الالف وتسعمية واثناش حتى الالف وتسعمية واثناش حتى الالف وتسعمية وثسة وخمسين دزد السنين وهذه الشركة تكبروا ورأس مالهم تكبر والباتريموان ديرهم تكبر ولكن الرأس مال ديرهم ما تكبرش تبقى هو الرأس مال اللي كان في الأصل اللي لدرون على الأول وهذا كرأس مال كان على الأصل القانون القانون الفرنسي الذي يتبقى في المغرب يمكنك تدير شركة امتداء من 10 ألف فرنك تقريبا 10 ألف ديرهم يعني 10 ألف فرنك يمكنك تدير شركة شركة رأس مالي محدود أو شركة من جولة الإثن هد جميع الشركة اللي في المغرب كانوا كيديرو دير شفر ضفير دير المياوات دير الملين وكان عندهم من وليس أمباتريموان دي المياوات دي الملين ولكن كان عندهم كابيتر صغير 12 ألف ديرهم 10 ألف فرنك فرنسي هي 10 ألف درهم في هذه الوقت ندخلوا معاهم هاد المغاربة في 51% في الكابيتال بدوا كيدلوا الاجتماعات الغير عادية الاسمبلي جنرال اكسراوردينر الاجتماعات العامة الغير العادية باش يديرو دي الزوغمونتاسيون دي كابيتال باش دارو زيادة في رأس ماذي الشركة وهكذا هادوك المغاربة اللي داخلي 51% في سريكة اللي كان رأس مالها 10 ألف درهم هادوك عندهم 51% في سريكة اللي عندها في رأس مالها مئة مليون درهم ها لي من جهة هاد هاد الظاهر ديال الماروكينزاسيون ديال ألف وتسعمية و 100% الملكية ديرهم او الملكية ديال الاقائب ديرهم ولا الملكية دى العائلة ديرهم فهام هادشي من ناحية ديال العالم ديالي زفار في المغرب في العالم ديال الفلاحة الملك الحسن الثاني خرجه واحد ظاهرة أخر في الف وتسعمائة وثلاثة وثلاثة وثلاثين هاد ظاهرته هو استغلو هادك الميتين عائلة زائد العائلة الملكية وفي هاد في هاد الوقت فاش فاش السوق هادوك ثلاثة شركة ديال شركة دولية ديال لطا ماروكا ملك هاد حلوف العريقية المشاهدين لطا ماروكا ملك هاد حلوف العريقية المشاهدين للتقديم دي تيران أغريكول ومنها لكوم أغري لكومباني ماروكين أغريكول لسوسيتي سودية كانت موجودة جميع النواحي الفلاحية المغرب كانت موجودة دون تولي تيريطور أغريكول دي بي هذه لسوسيتي كانت موجودة في الغرب كانت موجودة في النواحي دي تاربيل في الشوية موجودة في دكوالة موجودة في عبدا موجودة في مراكسو النواحي موجودة في أغادير ونواحي وفي وفي نواحي دي تارودانت موجودة في في نواحي دي الفاسم كناس موجودة في نواحي دي العريش تانجا تتوان موجودة في الشمال وموجودة في بركان ووجدا الشركة موجودة في الغرب موجودة في الغرب اللي فيها المناطيق ديال الحليب وكانت موجودة في النواحي ديالدار بيضا كانت موجودة في دكوالا وفي الشاوية موجودة بزاف باش كات هي اللي كانت تعطي الحليب لكوبراتيف أغريكول وكانت موجودة في المناطيق ديال مراكش ونواحي ومناطيق دات أكادير وТرودانت ونواحي ديرهم وكانت موجودة في الشمال ديال المغرب نواحي ديالب العرش والنواحي ديالتانجا والنواحي ديالتوان وكانت موجود في الشمال وكان موجوده تاني في النواحي دي البركان ووجده هاد هاد الشركات وما اللي كانوا الكبار في العالم الفلاحي في في الف وتسعمية وثلاثة وسبعين اللي كان على رأسهم دائماً اللي يكادر دوتريهونيبو تختاروهم من نفس الميتين عائلة باش يصيروا هاد الشركات هاد الشركات هاد الشركات المغرب هاد الشركات المغرب وفيهم غير الأجانب رجعوا هاد الأراضي كلها هاد الملايين دي الهكتارات دي الأراضي رجعات ملكية دي العائلة الملكية وملكية دي المائتين عائلة اللي يديرها بالملكية فهذاك الوقت قالوا بنا هو الأرض خاصة يتملكها هذاك اللي كيزرعها اللي كي يخدم فهذاك الأرض وكيزرعها وكييتعدفيها هو اللي خاصة يكون المالك ديرها ولكن بالحقيقة اللي رجعوا المالين هذيك الأملك كلها هذيك الملايين ديال الهكتارات وهما نفس الأشخاص ديال المئتين عائلة لكي تملك المغرب إذن هذا العالم إذن هذا العالم كان فيه كان فيه حذرنا على العالم ديالي صافر اللي دخلت فيه صحيحة المئتين عائلة والمليء والعائلة الملكية ودبل العالم الفلاحي حتى هو دخل فيه صحيحة المئتين عائلة والعائلة الملكية في العالم ديال الصناعة في المغرب العالم ديال الصناعة في المغرب وهو عالم ديال فيه جميع المعامل الصناعية مولى من الخارج الأموال ديالي تيجو من الخارج والأراضي اللي في المغرب كتدقلع لموالها وكتدخل بهذه الأراضي تدخل بها المئتين عائلة نزيد عليها العائلة الملكية هذي كتدخل شريك في ذلك المشاريع جمالي زادت لي الكبار اللي كينين في المغرب أراضيول هاد المجموعة دي المئتين شخص هم اللي مدخلين مع الأجانب وكتدخل 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 الصناعة للسيارات في المغرب أو الصناعة للسكك الحديدية وكتدخل 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 جميع النوع للصناعة للسكك الحديدية وكتدخل كتدخل وكتدخل 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 كتدخل وكتدخل 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 للعالم 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 لبار هلو كلهم متبعين للسياحة وهد السياحة لو تتمشيها مزيان تكون هد السياحة مركزة على جوز دياللي بيلي هد السياحة هد السياحة هد السياحة وهم من ملكة تطلع ملكة وكتدخل ويكون موجودة للخدمة يكون مركز عنده جوز وكتدخل يكون عنده جمالي زافير ديال التوريزم بالمغرب عندهم جوج ديال الركيز وهما الركيزة الأولى وهما الخمور يعني الصناعة ديال الخمور ومشروبات ومشروبات ديال الخمور واركيزة الثانية وهي بنات الهوى بنات اللي خدمو في هدوك الزوطيل في البوات الدنوية هدوك الزوطيل في السالون دير هدوك الزوطيل في هدوك البار في هدوك وفي هدوك دونتوك اللي بوات ديال اللي متبعي للسياحة هاد اللي حيزب اللي يبغي يطلع في المغرب تخصو يكون عارف هاد الشي هادا يكون عارف هدوك بانه هو ما غاديش يمكن يحكم كما يبغى فى المغرب تخصوه يكون تفق على هاد الشي على هاد السياسة المغربية والسياسة المغربية اللي كانت تبقى الدولة وهي السياحات ديالة المغرب بلد سياحي سياحي قبل كل شيء بلد حقيقة صناعي وبلد فلاحي وبلد ديالي زافر ولكن بالأخص المغرب بلد سياحي واني كانت كورو سياحة في العالم في أي منطقة في العالم اللي فيها السياحة مزيانة تيغسيكون فيها نشربة ديال الخمور والجوداء وتيغسيكون فيها بنات الهوى موجودين هالشي جريوي العمل في جميع العالم في جميع الدول اللي كنين في العالم أي دولة سياحية لقتها في السياحة ولا في أوروبا ولا في أمريكا كتلقيها ولا بد لها ما تتبق يكون الخمور موجودين ويكونوا بنات الهوى موجودين هذه السياسة هذه الدولة اللي كتتبق في المغرب هنا هو بلد سياحي قبل كل شيء هنا سنقف هذه الحلقة إلى اللقاء إن شاء الله موسيقى موسيقى